ماندلا واشنطن فلوشيب فور يونج آفريكان ليدرس هو برنامج أساسي ليالي يالي هو يونج آفريكان ليدرشيب إنيشيتيف هي مبادرة من رئيس أوباما بارك أوباما رئيس سابق الولايات المتحدة والهدف من المبادرة هي تقوية قدرات ذاتية لشباب إفريقي حول القيادة والريادة المدير من هذا البرنامج حسب المبادرة وحسب فكرته أساساً اللي تم طرحها هو على أن الشباب في إفريقيا يتم تكوينه وتشكيله على أن يعود غادة الغد في بلده يحاول على أن يساعد في ديمقراطية في بلدانه ويحاول على أن يخلق جديد ويمشي ويواكب يركب التطور في الدول العالم الأول والثاني طبعاً بمان إفريقي أكثر الدول فيها العتماهي كاملة من ضمن دول العالم الثاني لتجشه أن يساعد بالتأكثر من العقل الأخير إلى 18 و35 سيساعدة أجشهون على أي معلومة هدف من المشاعدة والفعل أضمن خرس للمشانات أكثر من خلال الاشتراف كما نريد حتى تجربة في مجموعة. لأنني عمني سيكون مجملة بأننا نساعدنا السبب و نحن نحن نقاذج و نحن 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 بإمكاني خqualية لأننا نريد ويساء وضع منصاب أو نغتق لك المجملة الحياة ونرى ما ستبقنا إذا كانت تريقة إختيارنا في هذا البرنامج كان على هذا المعايير الأساسيين القيادة والريادة والله مولي زاد حد دجا عنده جمعية والله منظمة خيرية والله منظمة غير حكومية وحد مولي يشتغل في الدولة وحد مولي يشتغل الحربية والله نحن رأينا من أي أخي لنعطية وحده يوجد نحن والهين مع الزمان أكثر من 18 bis 35 وحدهم نحن نحن يعطي موليون wa هل المولان علينا تم اختيارنا طريقة قالنا نحن حد دائما حتى النجنة الذي حضنا عليها كشباب قادة كانت نجنة مكونة مستبع أمريكيين ومن تطورها من دولة مورطانية من العملية تشتغل في سفارات بلدان لذلك السبب، نعتبر روسنا في راحة وفاكرين، وعن نصلنا إلى المرحلة وعن نعندنا تخمامي جيدا لبليدنا وعن نشي جيدا لعيد أن نشكل في طبور وثنانية هذه البلدين مورطانية موسيقى في واحدة ، نحن يجعلين مجردنا لديك هل يجعلين مجرد هل يجعلين بالتخارج ولكن لدينا المجرد في المنزل الهدف لدينا مجرد الهدف من التخارج والقفوتيح كانت الموضوع بسيارة الاشطراوشيات وطلقناها أنا أجل أتقيه المشاركة المقبضة كنا أجل من يؤدي أيضاً أجل 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 تموضانied المنزيل للحضرات المستخدمةimaan وأنتم بمستخدمين قبل مراتيحة لجهما العاديات المنزقية موسيقى 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 l'impact que cette formation aura, c'est ça, aura Surveillance Mauritania, donc je dirais qu'on a déjà un centre pour la promotion de l'éducation et le développement que nous avons mis en place depuis novembre 2020 dans la région de Burkhana et ce centre forme des jeunes élèves, on les accompagne, أن نعطيهم في الكثير من المعارضة في الكثير من المدين وما ترونه سبب في المدينة. أولاً بأنني أساءار فقط أسأريك إستخدام في هذا المنزل وإنحاول أن أدعونا بشكل تطول معي أشبه ويضغل معي أو أسأريك إستخدام أخرى ويقومون بأسرارة فقط إلى الشعور في الأمريكي سنعمل في حالة الدرس. سوف نعمل سوف نعمل سوف نعمل سوف نعمل سوف نعمل سوف نعمل مردودية التكوين والبرنامج هي التكوين الفائق نحن نتعرض التكوين فيه ضغط مانع وفيه تركيز على الناس وفيه تركيز على فكرتنا ومن عند A إلى Z هذا التكوين الذي خرجنا كقادة الغد الذي نحاول مباشرة نطبقه على أرض الواقع في وطاننا وطبعا علنا برنامج زمالة ماندلا واشنطن الذي يجعلنا نتقل من مرحلة شباب قائد إلى مرحلة شركات والعلاقات العامة والمبادرات التي تدعم وتمول هذه المشاريع الذي نفتح بالدام من الطريق ونستخدم هذه التمويلات ونستخدم وذلك التمويلات والتكوين وذلك البواب التي تفتح لنا فعلنا ساعدوا دروسنا وتساعدنا الناس القائمة للبرنامج في تطبيق المشروع على أرض الواقع هذه مولي فرصة كبيرة فرصة كبيرة علينا بهاللي اللي نقراه ونستخدم ونستخدم هذه الأزمة كورونا ونستخدم فرصة أخرين لذلك السبب نعتبر ورصنا براحة وضخورين بعد أن وصلنا للمرحلة وعندنا تخمام يضيف البلدنا وعندنا شيء يقدي يعود مشكل ذارق في تطور وتنمية هذا البلد الموريتانيا طبعاً ظاهرة جداً بزميلاتي أيضاً اللي تم اختيارها أمينة ثمت بلال وديكيلجيا وإن شاء الله يعود مشاركتنا في هذا البرنامج عايدة أكثر إيجابية على بلدنا الموريتانيا ذلك اللي نعدله كقادة ذلك اللي نقدله نزو المجتمعنا على مستوى الضيق وطننا على مستوى الضيق اشتركوا في القناة